بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الميمنى وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلهة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباني قواكس من معين لا يصدعون ألا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما اشتهون وحورا منه كأمثال اللؤلؤ المكنون جزا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قينا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضيح معبود وضل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعا وفرش مرفوعا إن أنشأناهن نيشا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سنوم وحميل وظل من يحمول في سنوم وحميل وظل من يحمول لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحوث العظيم وكانوا يقولون أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تِرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثٌ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون نَاكِنُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ فَشُرَبَ الْحِيمِ هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما ثمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أعزلتموه من المزن أم نحن المزنون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم شأتم شجرة أم نحن الموشنون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمي أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مديني ترجعون إذا كنتم صادقين فأما إذا كان من المغربين فروح وريحا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلا لذلك فلوح وريح كم زل البحض فلوح